من مصلحة البلاد الذهاب الانتخابات مبكرة وتغيير النظام الانتخابي أفضل من تشكيل حكومة هجينة؟ أفضل بكثير من تشكيل حكومات هشة وغير قادرة على تلبية الطموحات الشعبية التي أصبحت ضغطة الآن بعد الانتخابات الرئاسية الناس كلتا أصبحت في هذا التواجه تضغط باتجاه تحقيق نتاج أفضل من أن ندخل في نروات تكون أخطأ في تحية تونس قد يكون انتخابات مبكرة جاهزين لهذا الاستحقاق؟ ما تخافوش من هزيمة انتخابية أخرى؟ شوف المهم وأن الهدف سنعمل على أن نكون نجحين خاصة وأنه كما قلت لك الفكرة الرئيسية ترحت في تواجهات الحزب وفي المشروع السياسي الشامل الذي طرحه السيد يوسف الشهد ولكن المهم البلاد يجب أن تخرج من هذه التعقيدات ومن هذه الصعوبات والعرقيل التي نعيش وأصبحنا في كل محطة انتخابية ونحن في وضع مساوي معناها صعب في أزمة سياسية صعبة